خليني أبدأ مع حضرتك أنت عم بتقول كلام مرسل وبتقول أي كلام وإنت طالع تبرر سوء النتائج وطالع تبرر اللي بيحصل لا يا فندم أنا ولا أبرر ولا ما بقولش إن ما فيش سوء أداء في يا فندم سوء أداء ولكن نجهز بالمستند الأول المباراة الأولى اللقاء أو لقاء النادي المصري والنادي الأهلي في الجولة 13 كان يوم كام يا فندم كان يوم 9 أربعة 2022 على ملعب برج العرب الحكام لهذه المباراة كابتن محمود عشور كابتن يوسف البساطي حكم مساعد كابتن محمد محمود لطفي حكم مساعد حكم رابع صبح العمراوي حكم فيديو محمد الحنفي مساعد حكم فيديو محمود ناجي طبعا كلهم كابتن طيب الحالة الأولى في هذه المباراة كانت في الدقيقة 30 من الشوط الأول ركلت جزاء لم تحتسب لصالح النادي الأهلي أو لصالح لاعب النادي الأهلي محمد شريف ومخلفة وطحة نتيجة الدفع من لاعب النادي المصري هيسم العيوني ولكن للأسف الشديد الحكم بيشير باستمرار اللعب برينة سمية فضلوا زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراة أو الكلام اللي أنا بقوله واضح وصريح وبالمستندات زي ما بنقول أو بالفيديوهات زي ما بنقول قرار الحكم غير صحيح ركل الجزاء صحيحة 100% لم يتم احتسابها لصالح النادي الأهلي الحالة التانية خلينا نروح للحالة التانية لأنه زي ما قلت لحضراتكم الفيديوهات واضحة وضوح الشمس الحالة التانية في دقيقة 45 ثانية ادي أنا آسف 55 و40 ثانية ركلت جزاء أخرى لم يتم احتسابها لصالح حسام حسن والحكم كابتن محمود عشور بيشير باستمرار اللعب اهو فضل يا فاند انا بس بوري حضراتكم على الهواء مباشرة ماذا حدث مع النادي الأهلي في مباراة النادي المصري اللي خسرنا هذه المباراة نتيجة هدف مقابل لا شيء واول ثلاثة نقاط يخسرهم النادي الأهلي مع الوضع في الاعتبار ان الاداء كان سيء وان عندنا قصور فني وان الكلام اللطيف اللي حدث يعني او الكلام اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت لكن المباراة انتهت كان في النهاية واحد صفر للنادي المصري زي ما حضراتكم شايفين واحد صفر للنادي المصري والكابتن محمود عشور جابه هيسم اللعيوني اللي عمل ركلة الجزاء امام او ضد النادي الأهلي ولم يتم احتسابها من الكابتن محمود عشور اذا المتسبب في هذه في فقد النادي الأهلي ثلاثة نقاط في هذه المباراة الحكم او حكم الميدان كابتن محمود عشور حكم او حكم الفار كابتن محمد الحنفي وكابتن محمود نيجي طيب ادي اول ثلاثة نقاط المباراة التانية في لقاء البنك الاهلي والنادي الاهلي في الجولة التسعة عشر بتاريخ 18-5 2022 كابتن امين عمر كان حكما للساحة في هذه المباراة كابتن احمد حسام حكم مساعد كابتن سمير جمال حكم مساعد تاني كابتن محمد العتباني حكم رابع كابتن محمد سلامة حكم فيديو مساعد حكم فيديو كابتن هاني عبد الفتاح هذه المباراة كانت على استاد المقاولون العرب زي ما قلت لحضراتكم يوم اللاربع يوم اللاربع 18 مايو 2022 طب ايه اللي حصل في هذه المباراة؟ الحالة الاولى وكانت في الدقيقة 31 من الشوط الاول ايه اللي حصل؟ افتكروا معايا خليني ايه؟ او خليني انا مع حضراتكم نفتكر واحدة واحدة تفضل وريني الشوط الاول بيسجل النادي الاهلي هدف صحيح 100% 100% كابتن محمود وحيت ولكن حكم الفار كابتن محمد سلامة ميدو يقوم باستدعاء خاطئ للحكم ومخالف لبروتوكول الفار بداعي ان قبل تسجيل الهدف الكرة لم تكن ثابتة وتنفيذ الفول كان خاطئ واختراك البروتوكول الفار من حكم الفار كابتن محمد سلامة ميدو وبعد مشاهدة الحكم اللي شاف الفيديو او اللي شاف الفيديو الفار يعود ويقوم بإلغاء الهدف الصحيح ويحرم النادي الاهلي بشهادة اسلام لا بشهادة خبراء بشهادة جمهوري الاهلي لا يا فندم ولكن بشهادة خبراء تحكيم في العالم كابتن جمال الغندور كابتن احمد الشناوي حكم الجزائري جمال الحمودي محاضر الدولي كابتن اسماعيل الحافي مسؤول التطوير في قارة اسيا كابتن ناصر عباس كابتن سمير عثمان كابتن ياسر عبد الرقوف ويفقد النادي الاهلي نقطتين بسبب خطأ تحكيمي فادح من حكم الفار وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين ويفقد النادي الاهلي نقطتين ويكون المتسبب في فقد النادي الاهلي للنقطتين دول كابتن حكم الفار محمد سلامة خلي بال حضراتكم هو لغى جول لأيمن أشرف الجول الشهير برضو الكل قال انه هو هدف ضد البنك الاهلي في الماكس لو تفتكروا السنة اللي فاتت طيب المباراة الثالثة في لقاء الجولة والاهلي على ملعب الجولة بتاريخ خمسة سبعة الفين اتنين وعشرين الجولة التسع الحكم محمد عادل كابتن محمد عادل حكم مساعد كابتن سامير جمال كابتن هاني خيري حكم مساعد حكم رابع كابتن أسامة اسماعيل حكم فيديو كابتن علاء صبري مساعد حكم فيديو كابتن مصطفى عطري نتيجة هذه المباراة نقطتين كمان تعادل ما بين الفريقين طيب الحالة الأولى في هذه المباراة كانت في الدقيقة اتناشر وثلاثين سانية من الشوت الأول بيشهر مع حضراتكم أنا مش هكلم النهاردة ولكن أنا بأوريك إيه اللي بيحصل بيشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء المستحقة للاعب الجونة سيف العجوز نتيجة اللعب بتهور وقراره صحيح مية في المية وفي الدقيقة تسعة واربعين من الشوت التاني يرتكب نفس اللعب مخالفة يستحق عليها البطاقة الصفراء التانية ومن ثم كان يجب أن يتم ترضه للإنذار التاني تبقى للقانون ولكن أمام حضرتك أمام مش أنا اللي بقول ولكن الحكم تغاضى عن احتساب الإنذار التاني للكابتن سيف العجوز وانت أمام الكرة مباشرة زي ما كنتوا حضرتكو شايفين تخيل حضرتك أنه لو بلعب بعشرة غير لما بلعب بـ 11 خصوصا لما بلعب ضد النادي الأهلي نقطتين كمان فقدهم النادي الأهلي لأنه انتهت النتيجة في هذه المباراة تعادل السلبي ما بين النادي الأهلي ونادي الجونة إذن من هو المتسبب في فقد أو فقدان النادي الأهلي نقطتين كمان كابتن محمد عادل حكم الاحتواء أنا آسف حكم الساحة في هذه المباراة المباراة الرابعة لقاء بيرامد والنادي الأهلي في الجولة 25 يوم السبت 16-7 طاقم التحكيم كان كله من أسبانيا طيب إيه اللي حصل في هذه المباراة أو إيه هي الأخطاء التي حدثت في هذه المباراة الحالة الأولى في دقيقة 44 و20 ثانية بيشهر الحكم الأسباني البطاقة السفراء لللاعب بيرامدز أحمد توفيق نتيجة تعطيل الهجوم الواعد لصالح النادي الأهلي والقرار صحيح طبقا للقانون ولكن ولكن في الدقيقة 47 من نفس الشوت إيه اللي حصل وريني إيه اللي حصل يا سمير يرتكب نفس اللاعب مخالفة واضحة وصريحة نتيجة اللعب بتهور والحالة واضحة أمام حضرتك أحمد فتحي اللي ما بي يعني أهو مش عارف أقول لحضرتك إيه هل هذه الحالة لا تستحق الإنذار التاني ولكن للأسف الشديد الحكم بيتغاضى عن الإنذار التاني وعن طرد اللاعب أحمد توفيق لاعب نادي بيرامدز اللي ظل متواجد في هذه المباراة وآمل مدرب تكيز جوناز باستبداله مع بداية الشوت التاني بلعب آخر ليه؟ عشان هو خايف وعارف إنه هو كان يجب عليه أو كان يجب على الحكم إنه هو يطرد هذا اللاعب ساعتها كان بيرامدز هيلعب بعشر لعبين بالمناسبة كان ممكن جداً إنه بيرامدز يكسب محدش عارف دي العلم عند ربنا ولكن كان ممكن بيرامدز يكسب ولكن أيضاً كان فرص النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة كانت هتبقى أفضل من إنه بتلاعب حدوش اللاعب المباراة الخامسة والحقيقة أنا لما حاجة أتكلم عن هذه المباراة أنا عندي مشاكل كثيرة جداً 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 تخص هذه المباراة مباراة أمس المقاولون العرب والنادي الأهلي تستاد المقاولين العرب في الجولة الواحد وعشرين بارح السبت تلاتين يوليو فين وعشرين مؤجلة مؤجلة يعني من الأسبوع الواحد وعشرين النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف حكام هذه المباراة أيضاً حكم كابتن محمد عادل حكم الساحة كابتن محمودة بن رجال واحد من أفضل وأهم الحكام المساعدين اللي موجودين في مصر كابتن هاني خيري حكم مساعد كابتن عاطف حسين حكم رابع كابتن مصطفى متحد حكم فيديو كابتن هاني العراقي كابتن هاني العراقي مساعد حكماً للفيديو أولاً الأول خلينا نتكلم في حالات هذه المباراة وهي الحالة الأولى في الدقيقة واحد وثلاثين وثلاثين ثانية من الشوط الأول يرتكب لاعب المقاولون العرب كابتن أمير عابد مخلفة تستوجب إشهار البطاقة الحمراء مباشرةً مباشرةً لأنه استخدم القوة الزائدة ضد لاعب النادي الأهل وهو قريب جداً جداً كابتن محمد عادل من اللعبة ودي حاجة غريبة جداً تفضل حضرتك تفضل حضرتك هل الكلام اللي بنقوله أو بيتقال هنا في البيت الكبير هو كلام مرسل لا يا فندم الفيديو أمام حضرتك كل الفيديوهات السابقة هي فيديوهات واضحة وصريحة وأرجو من جمهور النادي الأهلي أنه هو أشيرها في كل مكان بس خليك وقف كده بس 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 يا سبيل هل حضرتك هذه الكرة أو هذه اللعبة ما يستحقش عليها لعب المقولون العرب كارتة أحمر أحكم يا جمهور النادي الأهلي أحكم يا اللي بتحب النادي الأهلي أحكم وقلنا لو النادي الأهلي أو النادي المقولين لعب عشرة قدام النادي الأهلي وبالمناسبة ده حق النادي الأهلي أنا لا أتكلم في أن حد يتفضل علي بحاجة لا يا فندم لا يا فندم أنا كارتة أحمر واضح وصريح واضح وصريح اديني حق يا فندم واللي يكسب يكسب بعد كده ودي الاحتواء لللي انت عايزه او لللي عايزينه انا مش عايز احتواء يا فندم انا كل اللي عايزه يا كابتن محمد او يا لجنة تحكيم او يا من يقود هذه الحملة الواضحة جدا على النادي الاهلي من التحكيم انا كل اللي انا عايزه ايه اديني حق يا فندم انا كابتن انا مش عارف اكلم مين الحقيقة لكن يا كابتن من فضلكم ادوني حقي كنادي اهلي وصدقني لو ربنا مش عايز النادي الاهلي يكسب مش هنكسب لو مش عايز ناخد الدوري مش هاخد الدوري مش عايز حاجة لكن اديني حقي يا فندم حضرتك بتحرمني من حقي وبتحتوي الاخرين دي حاجة غريبة وباي منطق هو النادي الاهلي ده بالمناسبة هو الافضل افريقيا ومحليا حتى لو ايه اللي حصل الفترة اللي جاي وبالمناسبة انا هتكلم معاكم في اللي حيحصل الفترة اللي جاي لكن حتى لو ايه اللي حصل النادي الاهلي احسن نادي في مصر وفي افريقيا واللي عايز يقول حاجة يقولها هو فين حكم الفار لماذا لم يتدخل حكم الفار اللي انا معرفوش مش لازم اكون عارف كل الناس لكن عندما تكون هناك مباراة ما بين النادي الاهلي الافضل في افريقيا والافضل في مصر واللي بينافس نادي الزمالك ونادي بيرامدز على القمة ونادي المقاولين اللي بيتنافس للهروب من القاع يجب ان يكون هناك حكام على اعلى مستوى في كل مكان في الساحة حكما للساحة وحكما للفار كلنا بالمناسبة قلنا ان الهدف اللي مبارح دخل قلنا في الاول هدف صحيح لكن لما بصينا على اللي عمله دول الكباتن بتوقع الفار اللي انا مش عارفهم يعني كابتن مصطفى متحت واللي معاه انا الحقيقة مش عارف هم مين لكن ده على دماغي من فوق طبعا ما عنديش مشكلة ولكن في نفس الوقت يا كابتن مصطفى يا كابتن يا كبير يا حكم الفار يا رائع يا كبير يا هايل لماذا؟ لم تستدعي كابتن محمد عادل في هذه اللقطة حضرتك استدعته قبل كده في مباراة للبنك او مش هو يعني عموما البروتوكول بيقول كده استدعته عشان الكرة بتتحرك او قلته ان الكرة بتتحرك فجبته الجوم من الاول ونادي الاهلي تعادل في مباراة للبنك الاهلي هو ايه اللي بيحصل ده جماعة طيب نروح على طول الحالة التانية في الدقيقة ستة وتلاتين وتلاتين سانية يحتسب حكم المباراة كابتن محمد عادل ركل الجزاء صحيحة مليون في المية للكابتن حسام حسن هات اللقطة اللي احنا عايزينها على طول سمحت سامين يعني ويقوم باشهار البطاقة السفراء للاعب المقاولون والقرار صحيح ولكن علي معلول ضايع الكرة ماشي تمام بتحصل من احسن ناس ومن احسن لاعب العالم بتحصل معهم هذه الكرة ولكن هل عندما يدخل لاعب من الفريق المنافس للتمنتاشر في تنفيذ ركلة الجزاء هل ركلة الجزاء تعتبر صحيحة ولا مش صحيحة لو سمحت هتولي ركلة الجزاء شاب خلاص احنا احنا دي مش عايزين نتكلم فيها اقفل دي وهات اللي بعده يلا وريني حضرتك كيف تم تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة الاهل والمقاولون العرب وريني يا فن بس بس اقف لا لا ارجع 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 شوية وقف عند تنفيذ بس خلينا واقفين هنا مش هقولك ان محمد ابو السعود اتحرك لكن بص يا كابتن حسن الشامي فين بصوا حضراتكم حسن الشامي كمل اللعبة اخر واحد على اليمين لكن اللي جات له كرة وشالها هل لو الكرة دي هل لو الكرة دي مع فريق اخر يا كابتن محمد عادل هل كان سيتم الاحتواء بطريقة او باخرى انا مش فاهم انا يعني رجلي خطوة قدام جوة 18 ومع ذلك ومع ذلك الحكم ما بيعدش الكور بصوا حضراتكم كابتن حسن الشامي فين قال يو ديانجو وراكا ممكن يخشي الحقها تاني مثلا اه دي الحالة التانية طيب كابتن طبعا متحت مصطفى متحت مصطفى مش عارفين هو فين في هذه الحالة طيب الحالة تالتة ما عرفش هم بيستعملوا التليفونات مهم يلا خلينا الحلقة التالتة في هذا المباراة او في هذه المباراة في ديئة 96 من عمر المباراة ركل الجزاء صحيحة 100% لكابتن حسام حسن نتيجة مسك واضح من لعب المقاولون العرب احمد الكوهي الحكم بيوشير كابتن محمد عادل باستمرار اللعب للمرة التالتة في ثلاث لعبات لو بصيت اهو لا ارجع سنة ارجع سنة هم كل الناس اتكلمت على بس بس اوقف اوقف سامين لو سمحت ادي اول مسك كمل اللعبة كمل اللعبة لو سمحت تفضل تفضل هادي تاني مسك كابتن محمد عادل كان او لم يحتسب هذه الكرة حاول تقلعه التشيرت بقى يعني لو ينفع نقلع التشيرت نقلع حسام حسن التشيرت تماما عشان كابتن محمد عادل يعجبه ويحسب ركل الجزاء مستحقة للنادي الاهلي بالمناسبة يا كابتن محمد عادل الكرة دي ممكن جدا ركلة الجزاء تضيع زي ما ضاعت ركلة الجزاء ممكن جدا تضيع زي ما ضاعت اللي قبلها ولكن انا هايز حقي احسب لي ركل الجزاء اترد لي اللعب احسب لي ركل الجزاء هو عيب لما احسب ركلتين جزاء هو حرام لما احسب ركلتين جزاء هو حرام لما ركل الجزاء تضيع وواحد من المقولين العرب دخل وحط رجله تتعاد تاني هو ده حرام على النادي الاهلي وحلال لكل السبعتاشر فريق التانين حلال السبعتاشر فريق وحرام على النادي الاهلي يا جماعة انا مش مصدق نفسي طب هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان النادي الاهلي اداءه كويس وانت طلع بتبرر للعيبة انا في بداية كلامي ان قلت ان الاداء ليس جيد الاداء مش كويس وان احنا عندنا قصور فني في بعض المباريات مش هقول لحضراتكم اجهاد على رغم ان انا مقتنع مليون في المية ان اللعيبة دي مجهدة اجهاد غير طبيعي ولأقصى درجة ولكن خلينا بعيدا عن هذا الكلام عندنا قصور فني وعندنا كل حاجة ولكن يا جماعة هي الالعاب اللي حضراتكم شفتوها دي ماينفعش ان انا اخد بها تلات نقاط او ماينفعش ان انا الحكم يحسب هالي ويسيب الدنيا تمشي يعني احسب ركلة الجزاء او احسب اودي للعب طرد وعلى فكرة ممكن اللي بيفكر ان عايز ان الناد الاهل يتغلب اي لعب في الدنيا ممكن يضيع ركلة الجزاء اي فرقة تلعب عشرة ممكن تكسب اي فريق بيلعب حد عشر بتحصل في العالم كله ولكن كل ما هو مطلوب ان انا اخد حقي اخد حقي بس على الرغم من القصور الفني اللي موجود عندي وعلى رغم من كذا وعلى رغم من كذا وعلى رغم من احنا مش كويسين وعلى رغم من احنا عندنا مشاكل واضحة جدا ولكن مش هقول لحضرتك اجهاد مش هقول لحضرتك اصابات ولكن يا فندم اديني حقي لو سمحت 12 نقطة وباقي 10 مباراة وحيحصل فيهم اخطاء تاني لان انا انا متأكد وكل جمهور النادي الاهلي متأكد لانها بينة واضحة انتو عايزين ايه من النادي الاهلي لجنة الحكام عايزة ايه من النادي الاهلي ما عرفش ما تحسب الحكم يحسب اللي شايفه وحكم الفار اللي قاعد في التكييف لما يلاقي واحد يستحق الطرد يحسبه او يطرده ايه تاني ده لسه كده 12 مباراة او 12 نقطة حتى الان في المباراة اللي اخسرناها وتعدلناها والله العظيم وحنا قاعدين بنحضر للحلقة دي مبارح والله العظيم وصلنا الاكتر من 22 حالة بس طبعا احنا جبنا الحاجات اللي اخسرنا وتعدلنا فيها اللي ما فياش كلام فقط لكن اكتر من 22 حالة لو انا عايز ابرر واجيب شماعة اجيب الباقي كله ووري حضرتك لكن انا وريت حضرتك بالمستندات او بالفيديوهات زي ما دايما متعودين وكلكو حضرتكو امبارح عارفين النتيجة خلصة كان ورينا من هو المتسبب من وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير او من وجهة نظر جمهور الاهلي المتسبب في الحالة الاولة حكم الفار كابتن مصطفى متحت وكابتن هاني العراقي المتسبب في الحالة الثانية والثالثة كابتن محمد عادل حكم الساحة وحكم الفار كابتن مصطفى متحت وكابتن هاني العراقي وده غير اللاعبين اللي كان يجب أن يتم تردهم